فضيلة الشيخ عطي صقر لماذا كان النساء أكثر أهل النار وهل هناك حديث صحيح يقول النساء ناقصات عقل ودين وإذا كان هذا الحديث صحيحا فنرجو توضيح ذلك روى البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في عيد أضحى أو فطر إلى المصلى فمر على النساء فقال يا معشر النساء تصدقنا فإني أريتكن أكثر أهل النار فقلنا وبما يا رسول الله قال تكثرنا اللعن وتكثرنا العشير ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحاجم من إحدى كنا قلنا وما نقصان عقلنا وديننا يا رسول الله قال أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل قلنا بلى يا رسول الله قال فذلك من نقصان عقلها أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم قلنا بلى يا رسول الله قال فذلك نقصان دينها فالحديث ثابت بأقوى طريق عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرر خطورة المرأة في حياة الرجل التي نص عليها في الحديث المتفق عليه أيضا بقوله ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء وهو حكم من واقع الطبيعة ليس فيه شيء من التجني عليها والدين لا يغير من الطبيعة شيئا إلا بقدر ما يوجه إلى حسن استخدامها والله سبحانه في قرآنه شرع للنساء ما يتفق مع طبيعتهم فحين جعل شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل وضح السبب في ذلك في الآية نفسها فقال في آية الدين وهي أطول آية في القرآن الكريم واشتشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ذلك أن المرأة بتركيبها الطبيعي وما يصادفها من حالات هي عرضة للنسيان أحيانا والشهادة لها خطورتها لأنها تثبت الثقوق لأصحابها فتقرر العدل وتمنع الظلم ومن هنا كانت شهادة المرأة محتاجة إلى عون يساعد على تذكرها لما عساها تكون قد نشيت وكل ذلك أمر غالب فالحكم على المجموع لا على الجميع ونقصان الدين ليس احتقارا ولا رميا بالعيد فليس المراد به أن دينها ضعيف أو أن إيمانها ناقص تعاقب عليه بل المراد أن التكاليف الشرعية التي يكمل المؤمن بها إيمانه رصيد الرجل منها كبير لأن طبيعته ليس فيها من الأعذار بترك شيء من هذه التكاليف بقدر ما عند المرأة من أعذار تقضي بها طبيعتها فإن عذر الحيض يعرض لها كل شهر بما يعطلها عن الصلاة التي تجب لها الطهارة مدة أسبوع تقريبا فربع حياتها أو قد يزيد خال من الصلاة حتى تيأس من الحيض إلى جانب عذر الولادة الذي يأتي على فترات وإن كانت بعيدة أحيانا إلا أنها تمتنع عن الصلاة في كل عام أو عامين شهرا أو شهرين فهي في مدة حيضها ونفاسها لا تصلي ولا تصوم وإن وجب عليها قضاء الصيام فهي على كل حال أقل رصيدا في هذه القربات من الرجل وهذا بالنسبة إلى الغالبية العظمى من النساء والمجال مفتوح أمامهن لتكميل ما يفوت من قربات بسبب هذه الأعذار وذلك بحسن رعاية الزوج والولد والنوافل من العبادات والأعمار الخيرية التي لا تحتاج إلى طهارة فالصدقة وعمل البر في ميادينه الواسعة وذلك كما ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام لأسماء بنت يزيد ابن السكن حين سألته عما يفوت النساء من أعمال الخير التي ينفرد بها الرجال كالجهاد والجمعة والجماعات تبين لها أن قيام المرأة بواجبها نحو زوجها يعدد ما يقوم به الرجال من هذه الأعمال فالخلاصة أن الحديث يلتقي مع القرآن في التشريع والله هو الذي فعل ذلك وقرره بأن الشرع يراعي التناسب والاستعداد ولله في ذلك حكمة وهو سبحانه منزه عن العبث وعن الظلم وهو بكل شيء عديل والمجال مفتوح أمام المرأة لتسابق الرجل في القربات الأخرى لكن هل كلهن يستطعن ذلك؟ أو أن طبيعتهن التي لا يمكنهن تمرد عليها ستقعد بهن عن هذه المسابقة أو على الأقل لا تجعلهن يكملن الشوط الله أعلم